الوردن إلى السودان حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية أن العاصمة الخرطوم بدأت اليوم مرحلة تطبيق الحجر الكامل لمدة 21 يوما وذلك تطبيقا لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان ومجلس الوزراء وقال وزير الصحة السودانية أكرم علي التوم أن الحجر الشامل يهدف إلى تقليل فرص انتشار فيروس كورونا مشددا على أهمية التزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية أصلا ما منتهاون هذا الجانب ولذلك أنا أفتكر أنه الآن يعني الجانب الإعلامي غطى كل هذه الجوانب والالتزامات بقاء الناس ستكون موجودة في الإحياء في أزمنا محددة وطبعا معاش الناس السعادة كافية جدا أنه فعلا أن الناس تقدر تعالج خاصة أننا زي ما أكد الأخ وزير الإعلام ستكون في مراجعات لهذا الجانب وينضم إلينا أورا الأقمار للصناعية من الخرطوم الزميل الصحفي محمد عمر أحييك محمد كيف كان اليوم الأول لديكم في الخرطوم؟ اليوم الأول من الإغلاق الكامل لمدة ثلاثة أسابيع نعم أحمد شهد مواطن ولاية الخرطوم ومنذ الصباح الباكر إغلاقا كاملا كانت في الساعات الأولى من الصباح تحديدا الأوقات التي سمح فيها للمواطنين بالتجول داخل الأحياء لاحظنا بعض الحركة من المواطنين وكان نسبة تطبيق الحظر في الساعات الأولى من الصباح بجولة لنا تقدر بنسبة 60% حيث أن الناس تجولوا في الأحياء وخارج الأحياء إلا أن بعد الساعة الواحدة شهدت العاصمة الخرطوم خلوا في الشوارع وأصبح الحظر مطبقا بنسبة تصل إلى نسبة 95% إلا الذين سمح لهم بالتجول في أوقات الحظر وهو بإذن التصريح فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة الحكومة في هذا اليوم ولولاية الخرطوم وجه كذلك وأكد على القرار الذي اتخذه وزير الأوقاف والشؤون الدينية نصر الدين مفرح بأمر المساجد بإغلاق الجمعة والجماعات في المساجد والكنائس كذلك ولاية الخرطوم قالت قالت إنها لربما تضيق حسب تصريحات لأستاذ فيصل محمد صالح من الحكومة السودانية قبل قليل إنها لربما تضيق ساعات الحظر إذا شاهدت المواطنين وتقصد هنا الساعات التجول داخل الأحياء ربما تضيقها إذا شاهدت اكتظاظا من المواطنين حيث أن هذا اليوم أحمد وعلى الرغم من الحظر الكامل إن بعض الأماكن مثل المخابز وكذلك المحطات تزويد الوقود شهدت اكتظاظا وازدحاما كبيرا للمواطنين وهذا نسبة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان حيث ما زالت صفوف الرغيف وكذلك صفوف المشتقات البترولية كالمنزين والجازولين والغاز متواصلة حتى يومنا هذا وزارة الصحة وفي تصريحات بالأمس لوزير الصحة السوداني دكتور أكرم علي التوم وعد باتخاذ إجراءات قوية جدا ورادعة ضد من يروجون للشائعات وكذلك وعد باتخاذ إجراءات رادعة وقوانين رادعة ضد من يدعون للتظاهرات الجدير بالذكر أحمد أن العاصمة في اليومين الماضيين شهدت عدد من التظاهرات من معارضين للحكومة وهم يقولون بأن الحكومة تحاول استخدام كورونا لتمرير أجندتها الداخلية وغيرها للتغطية على الأزمات في البلاد لكن عدد من الأطباء استغربوا من حديث بعض المعارضين بهذا الشكل وقالوا إن هذه جائحة وأن العالم برمته يشتكي من هذه الجائحة فهذا حديث ليس له منطق فيما يتعلق أحمد بعدد الحالات وزارة الصحة في الساعات الأولى من الصباح وتحديدا عند الثالثة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي لولاية الخرطوم أعلنت عن 34 حالة إصابة جديدة من بينها أربع وفيات وهذا يجعل إجمالي الإصابات 66 إصابة بالسودان منها إصابة بولاية نهر النيل أقصى شمالية السودان بمحلية أبو حمد وثلاث إصابات بولاية النيل العبيض جنوبي ولاية الخرطوم وإصابة واحدة بولاية الجزيرة وسط الجزيرة إذن ما زالت الحكومة بين الفينة والأخرى تنبه على عدم التحرك للمواطنين لكن أحمد أيضا من الأشياء التي رصدناها وحاولنا استنطاق بعض المواطنين الذين اشتكوا كثيرا وتحدثوا عن أن هذا الحظر ربما يؤثر كثيرا على حياتهم اليومية باعتبار أن محدودي الدخل المحدود تضرروا كثيرا من هذا الحظر الذي لا يسمح لهم بالعمل وقالوا إن أسرهم تنتظرهم وهم يعملون على رزق اليوم باليوم فلذلك وجهوا رسائل الحكومة بضرورة إيجاد حلول سريعة لتوفير لقمة العيش لهم الحكومة تقول بأنها تحاول ما بين الفينة والأخرى أن توجد بعض الحلول لمثل هؤلاء لكن مراقبين أحمد يرون اللاحلول يمكن أن توجدها الحكومة خصوصا في ظل هذه الضايقة الاقتصادية التي يعاني منها السودان نعم محمد بعد كل هذا الشرح الوافي أعتقد لن نحتاج إلى أسئلة أخرى شكرا جزيلا زميل الصحفي محمد عمر كنت معي عبر الأقمار للصناية من الخرطب ومن الخرطب